القاف والحاء مرحبا أعزاء الصغار درسنا اليوم حرفي القاف والحاء اليوم كغيره من أيام الإسبوع فاليوم يوم نظافة البيئة ووقاية الأجسام في صباح يوم جديد كانت فيه الشمس مشرقة والسماء صافية والطقس جميل بينما توزع الأطفال في ساحة المدرسة وهم بصدد حملة نظافة لمدرستهم أقبلت عليهم الممرضة في زيارة وقفت في الرواق وهي تحمل سجلا طبيا فرأت طارقا يلم القمامة مع صديقته التفتت إلى ساحة العلم فرأت فردوس تسقي القرنفل وعلامات السعادة تغمر سمات وجهها الصغير ابتسمت وقالت هذه مدرسة تروق الزائر وبعد انقضاء حملة النظافة التحق الأطفال بالقص حينها فتحت الممرضة حقيبتها وأمسكت الحقنة وقالت مبتسمة اليوم موعد التلقيح فجأة ارتبك الجميع وعم الخوف وجوههم خوفا من الإبرة ما عدا فردوس التي بادرت ومدت يدها فتبعها كل أصحابها ففرحت الممرضة وقالت أحسنتم التلقيح يحميكم وعند حلول المساء اجتمعت فردوس بصديقها فراس داخل منزلهم وأخذت تسرد على مسمع منه ما قد قامت به صحبة رفاقها في المدرسة وعن يومهم المليء بالنشاطات وأمسكت لوحتها الرقمية وحركت أناملها على شاشتها في سرور وقالت له هذه باقة جميلة من الصور هذا موعد التلقيح في قسمنا وهذه حملة النظافة في مدرستنا وهذه أنا في الحديقة أسقي القرنفل أتحب القرنفل؟ يمكن أن نجد حرفي القاف والحاء في ثلاثة مواضع أولا في أول الكلمة كأن نقول قارورة قوس قزح كرنفل قنديل قنفذ قارورة قوس قزح كرنفل قنديل قنفذ حلزون حصان حقنة حلزون حصان حقنة ثانيا في وسط الكلمة كأن نقول معزقة نقال مقص معزقة نقال مقص محرار بحر صحراء محرار بحر صحراء ثالثا في آخر الكلمة كأن نقول بطريق برقوق طريق بطريق برقوق طريق قمح يسبح فرح قمح يسبح فرح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر